فكرة يا دكتور احمرار العين فجأة مثلا حد يبقى يلاقي عينه احمرت أو صحي منهم لأ عينه حمرة جدا يقولك ده مثلا الضغط عالي ويجيبها كلها في موضوع ضغطه أو أنا منمتش كويس أو حاجة دخلت في عيني هل ده برضو يا دكتور بيحتاج لطوارئ وأن أنا لازم أعرف بسرعة سبب الاحمرار طيب احمرار العين زي ما قلنا في حاجات تانية ممكن يبقى حاجة بسيطة وممكن يبقى بيدل على مشكلة كبيرة احمرار العين ممكن يكون بسبب حساسية مثلا ممكن يكون بسبب تجمع دموي مثلا وممكن يكون بسبب ارتفاع ضغط العين ممكن يكون بسبب ارتفاع في ضغط العين فاهميني فالاحمرار المفاجئ الشديد ده علامات أنه حاجة بسيطة أنه مريض في الغالب مش بيحس بوجه لكن الناس اللي بنبسوا عدسات لسقة عارفين المعلومة دي كويس انه ساعات العين تحمر مرة واحدة وهما لابسين العدسات ده معنى كده انه فيه التهاب معين حصل في القرانية فلازم لازم لما ده يحصل نقلع العدسات في ساعاتها ونكشف في نفس اليوم تمام ساعات تانية بيحصل ان المريض بيبقى عنده حاجة اسمها قرحة فيروسية انه مرة واحدة كده عينه بتحمر بشكل صعب جدا المشكلة في القرحة الفيروسية دي انه المريض بيلاقى عينه بتحمر ووجعها فأول حاجة بيعملها بيفكر ان هو يروح الصيدلية روح الصيدلية بياخد انها فيها رملة يا دكتور انها فيها رملة وعايز يشيلها مثلا لا بيبقى فيه وجع كمان بيبقى فيه وجع فيلاقي القرنية بتاعته فيها القرحة دي فيروح الصيدلية ياخد قطرة مشفورة جدا فيها كورتزون تمام وهو عنده اصلا قرحة فيروسية فانا كاني بدي منشط للفيروس اللي عنده انا القطرة اللي فيها الكورتزون دي لو هو عنده قرحة فيروسية انا بوقف جهاز المناعة فبخلي القرحة الفيروسية الصغيرة تكبر تكبر جدا تمام فلو عينك احمرت مرة واحدة لو سمحت ما تروحش الصيدلية تاخد اي قطرة لان الاحمرار المفاجئ ده ممكن يدل على علامة من علامات الخطر اللي لو احنا خدنا ليها علاق صح ولا كاين حاجة حصلت ولو خدنا علاجة غلط النتائج بتاعتها تبقى كارسي درجة الاحمرار يا دكتور يعني بنتكلم في ان البياض ده كله بقى احمر دموي ولا الحمر اللي احنا احنا مثلا ممكن يكون متعارف عليه العروق شوية محمرة او الشرايين الصغيرة طيب احنا هنا بنتكلم عن حالة طارقة يعني ايه حالة طارقة يعني لو سحيت منه لقيت عيني محمرة شوية مش مشكلة يعني عادي ممكن تحصل لو انا مشيت مثلا في التراب او في رامب ولقيت عيني محمرة مش مشكلة لكن انا افاجأ مرة واحدة ان عين كلها محمرة او جزء منها محمرة ومعاها وجع شديد يبقى كده انا بتكلم انه في مشكلة في حاجة كبيرة موجودة لازم اتحرك علشان اشوف دي ايه بالزبط يعترجع اشترك علشان كبيرة يوني اتحرك علشان الله